منجزات عديدة استطاع معهد البحرية للتنمية السياسية تحقيقها خلال العام 2021 التي تضاف إلى سلسلة نجاحات التي سجلها وما يزال يسجلها منذ تأسيسه المعهد اختتم فعالياته العام الفائت بنجاح كبير مستغلا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة الاستغلال الأمثل في تنفيذ أنشطته وبرامجه التريبية والتوعوية بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية وصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا منذ تأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2005 وحتى الآن ومعهد البحرين للتنمية السياسية يؤدي دوره التوعوي المتمثل بنشر ثقافة الديمقراطية السليمة وترسيخ مفاهيمها ومبادئها بين أوساط المجتمع البحريني المثقف فهو من استحق ومن خلال رؤيته ورسالته الوطنية النبيلة والهادفة أن يصبح منارة تقتضي بها العقول ومرجعا أساسيا تعتمد عليه متنوع الكفاءات المتخصصة والمستويات الأكاديمية المختلفة للإلمام بكل الإنجازات والنجاحات التي رافقت محطات العمل السياسي التي مرت بها البحرين وما هي الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه اتجاه عديد القضايا إضافة إلى التزود بجميع المعلومات والأفكار الرصينة التي يصبح من السهولة بمكان البناء عليها وتوظيفها لتشكل كجسر عبور لجميع الطاقات الوطنية الحريصة على رفع مستوى الإدراك السياسي لديها من جهة وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات ذات العلاقة من جهة ثانية فضلا عن تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي وأعداد مؤهلين للإنخراط في العمل السياسي ومساعدتهم في اكتساب الدراية المطلقة بكل جوانب النهج السياسي المعتدل الذي تتبناه البحرين بحكمة قيادتها مكتسبات وقناديل منجزات مضيئة تبحر في أعماق المجال السياسي المتنوع في أدواته والموضوعي في خططه واستراتيجياته الشمولية التي تتعامل مع متطلبات كل مرحلة هامة بخصوصية مدروسة ومن خلاله معهد البحرين للتنمية السياسية أطلت تلك المنجزات على جميع المهتمين والمختصين للتعريف بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين التي خطى ملامحها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه معهد البحرين للتنمية السياسية قد نجح في التكيف مع تداعيات جائحة كورونا من خلال تعزيز منظومته الإلكترونية والاتصالية لضمان تقديم برامجه وإنشطته بكل يسر وسهولة والوصول بشكل مباشر إلى كل فئات المجتمع المستهدفة فهو من استطاع توفير العديد من برامج التدريب والدراسات والندوات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة وبوجه خاص للجمهور العام ولموظفي المؤسسات الرسمية والأهلية ولطلبة المدارس والجامعات ولأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وبراعته في إتمامها بما يتوافق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بتحويله التحديات إلى فرص وإضاءات اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية عام 2021 وواحد وعشرين برامجه بنجاح كبير حيث تمكن المعهد من الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة ليشهم ذلك في معاونته على تنفيذ مائة وثلاث عشرة فعالية متنوعة من خلال ثمانية عشر برنامجا استفاد منها أكثر من عشرة آلاف مشارك لتساهم في تقديمها ما يزيد على مائة وسبع وخمسين كفاءة وطنية إلى جانب إصدار مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث المعنية بتنمية وتعزيز قضايا التنمية السياسية والمبادئ الأساسية للديمقراطية وقضايا التحول الديمقراطي وصولا إلى الكتب المتخصصة بالشؤون القانونية والتشريعية والدستورية لتلفزيون البحرين محمد رشالات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة